عمر دياب يتحرك قضائيا ضد ضحية الصفعة تفاصيل البلاغ علشان هو رأم واحد عزيز الشافعي يكشف سبب الهجوم على عمر دياب بعد صفعه لمعجب السلام عليكم لطفا قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيل زر الجرس عمر دياب يتحرك قضائيا ضد ضحية الصفعة تفاصيل البلاغ اكد اشرف عبد العزيز محام الفنان المصري عمر دياب ان موكله ظن ان الشاب ضحية الصفعة حاول الاعتداء عليه فقام بابعاده وذلك على خلفية انتشار فيديو يوثق لحظة صفع النجم المصري لمعجب حاول التقاط صورة سيلفي معه وقال المحام في محضر حرره ضد الشاب نشره موقع القاهرة 24 انه خلال حفل الزفاف فوجئ موكلي بان احد الاشخاص طلب منه التصوير اربع مرات ولم يعترضه واضاف انه في المرة الاخيرة جذبه من ملابسه بشكل غريب ووضع الهاتف في وجهه مرة واحدة حتى ظن الفنان عمر دياب ان الشاب يحاول التعدي عليه فحاول ابعاده علشان هو رأم واحد عزيز الشافعي يكشف سبب الهجوم على عمر دياب بعد صفعه لمعجب دافع الملحن والشاعر عزيز الشافعي عن الفنان عمر دياب بعد اثارته للجدل والهجوم الموجه له بعد صفعه لاحد معجبيه في حفل زفاف وقال عزيز الشافعي في تصريحات لأيتي بالعربي علشان هو رأم واحد وهم واحد عندنا في مصر والوطن العربي في الغناء بيبقى رد الفعل على اي حاجة تخص عمر دياب بيبقى كبير شوية انا متفهم الناس اللي بتهاجم والناس اللي بتبرر يذكر ان الفنان عمر دياب اثار جدلا واسعا خلال الايام القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد صفعه لاحد المعجبيين في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي مطالبات بمقاضات الهضبة من هو الشاب صاحب صفعة عمر دياب ما زالت واقعة صفع الفنان المصري عمر دياب لشاب من معجبيه خلال حفل زفاف بالقاهرة تتصدر مواقع التواصل فيما بدأ مغريدون البحث عن الشاب صاحب الصفعة لمخاولة معرفة رد فعله وهل سيتقدم بشكوى ضد الفنان ام لا كما دشن المغريدون حملة ضد الفنان عمر دياب وطالبوه بالاعتزال يشار الى انه هذه ليست المرأولة التي يتورط فيها عمر دياب في مشكلة مماثلة اذ سبقها طرد مهندس الصوت بطريقة غير لائقة كما وصف سائقه بالحيوان في فبراير الماضي صفعة عمر دياب لاحد المعجبين ومفاجأة حول اعتزال شيرين رضا ما زالت صفعة الهضبة عمر دياب للشاب محمد سعد اسامة ترند رقم واحد بمختلف المنصات الرقمية بمصر والدول العربية حيث اخذ فيديو صفعة يتداول عربيا بقوة وحصل على ملايين التعليقات التي تدين كلا الطرفين فوجد البعض ان الشاب المعجب تعدى الحدود الشخصية للفنان فيما رأى البعض ان الهضبة بالغ في رد فعله بشكل قاس في حين علق الشاب محمد سعد اسامة من اللي بنجحك احنا البنخليك ترند من اللي طلعك فوق حقالك مشاهدة احنا البندي ايمال الواحد انا مش بشحت منك ولا بقولك حاجة لله اديب يفجر مفاجأة عن صفع عمر دياب لاحد معجبيه لم تكن المرة الاولى لهذا الشاب علق الاعلامي عمر اديب على واقعة صفع الفنان عمر دياب لشاب من معجبيه خلال حفل زفاف بالقاهرة وقال عمر اديب الشاب الذي قام بشد عمر دياب لكي يتصور معه بالاجبار لم تكن المرة الاولى التي يفعل فيها هذا الامر وحاول ان يأخذ سيلفي مع اكثر من فنان ولدينا فيديو لنفس الشاب وهو يحاول شد محمد رمضان لكي يأخذ معه صورة سيلفي بعد فيديو الصفعة رد فعل مفاجئ من عمر دياب بعد ضرب المعجب قرر الفنان عمر ادياب ان يغلق جميع التعليقات عبر الحسابات الرسمية الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خاصة فيسبوك وذلك بعد واقعة صفعه لمعجب في حفل زفاف ويأتي قرار عمر دياب المفاجئ منعا لتعرضه لبعض التعليقات غير اللائقة عبر حساباته المختلفة من قبل متابعيه كرد فعل على ما حدث بسبب فيديو الصفعة الشهير والذي اصبح حديث السوشال ميديا في الساعات القليلة الماضية اديب يفجر مفاجئة عن صفع عمر دياب لاحد معجبيه لم تكن المرة الاولى لهذا الشاب علق الاعلامي عمر اديب على واقعة صفع الفنان عمر دياب لشاب من معجبيه خلال حفل زفاف بالقاهرة وقال عمر اديب الشاب الذي قام بشد عمر دياب لكي يتصور معه بالاجبار لم تكن المرة الاولى التي يفعل فيها هذا الامر وحاول ان يأخذ السيلفي مع اكثر من فنان ولدينا فيديو لنفس الشاب وهو يحاول شد محمد رمضان لكي يأخذ معه صورة السيلفي بعد فيديو الصفعة رد فعل مفاجئ من عمر ادياب بعد ضرب المعجب قرر الفنان عمر ادياب ان يغلق جميع التعليقات عبر الحسابات الرسمية الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خاصة فيسبوك وذلك بعد واقعة صفعه لمعجب في حفل زفاف ويأتي قرار عمر ادياب المفاجئ منعا لتعرضه لبعض التعليقات غير اللائقة عبر حساباته المختلفة من قبل متابعيه كرد فعل على ما حدث بسبب فيديو الصفعة الشهير والذي اصبح حديث السوشال ميديا في الساعات القليلة الماضية اديب يفجر مفاجأة عن صفعه عمر ادياب لاحد معجبيه لم تكن المرة الاولى لهذا الشاب علق الاعلامي عمر اديب على واقعة صفع الفنان عمر ادياب لشاب من معجبيه خلال حفل زفاف بالقاهرة وقال عمر اديب الشاب الذي قام بشد عمر ادياب لكي يتصور معه بالاجبار لم تكن المرة الاولى التي يفعل فيها هذا الامر وحاول ان يأخذ السيلفي مع اكثر من فنان ولدينا فيديو لنفس الشاب وهو يحاول شد محمد رمضان لكي يأخذ معه صورة سيلفي بعد فيديو الصفعة رد فعل مفاجئ من عمر ادياب بعد ضرب المعجب قرر الفنان عمر ادياب ان يغلق جميع التعليقات عبر الحسابات الرسمية الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خاصة فيسبوك وذلك بعد واقعة صفعه لمعجب في حفل زفاف والان اعزاء المشاهدين اعتقد اننا وصلنا الى نهاية الحلقة ولكن قبل ان انهي حديثي ساطرح عليكم سؤالا واتمنى منكم المشاركة بارائكم في التعليقات ما هو سبب ما حدث مع الفنان عمر ادياب لا تنسوا ان تشاركوا بارائكم في التعليقات ولا تنسوا ان تضغطوا لايك اسفل الفيديو من اجل دعمنا وفي النهاية اتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول وقبل ان ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي